موسيقى حياكم الله و اهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج ساعة رمل الكدس في عيون النائمة ماذا قدمت السلطة الفلسطينية للعاصمة لماذا هذا التوهاني في المرجعيات المتعددة للمدينة المقدسة الكدس في القلب الكدس في العيون هل هي شعارات ولكن من يدعم صمود الكدس هذه الاسئلة وغيرها من الاسئلة نوجهها للمستشار في الرئاسة الفلسطينية الاستاذ احمد الرويدي حياك الله اهلا بك نتابع هذا الحوار اعزائي المشاهدين بعد ان نشاهد هذا التقرير الذي اعده لنا فريق العمل تفضل تتفنن سلطة الاحتلال الاسرائيلي بكافة الوسائل لتهويد مدينة القدس المحتلة فكل الطرق مسموحة لها فالمقدسي اسامة برهم واحد من الاف المقدسيين الذين صدر بحقهم قرار بالابعاد عن المدينة المقدسة قرار يحمل في طياته الكثير من المعاني قرر الحاكم العسكري منعي بدون ذكر اسباب من دخول حاجز قلندية حتى اشعارا اخر لم اجد اجوبة لاستفساراتك واستفساراتي لم اجد اجوبة لماذا منعت من الدخول مثلي مثل اصدقائي واخواني في مدينة القدس الذين تم اعتقالهم على خلفية الفيسبوك وتم ابعادهم خمسة من الاخوان مبعدين مركز الحياة لديهم مدينة القدس تم ابعادهم يحق لك ان تتجول اينما شئت لكن مدينة القدس ممنوعة فتم ابعادهم انا لست اول المبعدين ولا اظن اني ساكون اخر المبعدين طالما سياسة الاحتلال مستمر على هذا النهج قضية ابعاد المقدسيين عن مدينتهم ليس بالجديد فوفقا لاحدث الاحصائيات فقد ابعد اكثر من 14 الف مقدسي اما عن المدينة او منع من دخول المسجد الاقصى المباركة هناك ابعاد بقرار من حكومة الاحتلال الاسرائي كما حصلنا معنا نحن نواب مدينة القدس ووزير شؤون القدس بحجة عدم الولاء لدولة اسرائيل وهذا قرار غريب عجيب لاننا لم ندخل الى الاحتلال من جاء الى مدينة القدس عام 67 ونحن من جئنا الى مدينة القدس وهناك ابعاد عن مدينة القدس كمدينة وهذا اجراء جديد منذ سنتين تقريبا مارسوا الاحتلال بحق كثير من النشطاء المقدسيين وابعادهم عن حدود مدينة القدس يعني يمكنهم ان يبقوا في داخل مثلا يسكنوا في مدينة ابو غوش او قرية ابو غوش او حدود مدينة القدس وغيرها من القراءة او في الضفة الغربية او في اريحة او غيرها وهناك ابعاد للاطفال الذين يتم الحكم عنه مصدر حكم بالابعادهم عن مناطق سكنهم كسلوان والمكبر انه يجب ان يعيش في حي غير حي او في خارج مدينة القدس او الى اخره وهناك ابعاد عن الانزج الاخصى المبارك هذا الواقع يطرح علامات استفهام حول دور السلطة الفلسطينية ازاء ما يجري في المدينة المقدسة لا سيما وان اسرائيل رصدت خلال هذا العام مبلغ 17 مليار دولار لاستكمال مشاريعها التهويدية والاستطانية في المدينة الكدس يعني انا استطيع ان اقول قم للكدس وحي من فيها ان في الكدس جنود الله تحميها في الكدس فقط هم اهلنا ان كان في مدينة الكدس او في عراضي الثمانية واربعين الفلسطينيين او الذين يستطيعون من الضفة وقطع غزة وبالتالي وضع الكدس يعني مزري لهذا السبب السلطة لابد ان تواحد جهودها ان تخلق صندوق جديد يسمى صندوق الكدس تتبرع به الجاليات الفلسطينية خارج الوطن بالاضافة الى المكتدرين داخل الوطن وان تكون هناك موازنة اكثر من قبل الحكومة ترصد لمدينة الكدس الهدف الاساسي من وراء ذلك هو اولا دعم الوجود المقدسي وتثبيته على ارض ثانيا الحفاظ على الاماكن الدينية والتاريخية والتراثية للشعب الفلسطيني ومؤخرا كشف النقاب عن مخطط اسرائيلي ينفذ على ارض الواقع من خلال سن القوانين التي تفرغ المدينة من اصحابها الاصليين وفرض المزيد من الضرائب وترحي عشرات العطاءات الاستطانية بالاضافة لسياسة الامر الواقع من خلال هدم البيوت وسحب الهويات كلها تأتي في اطار مخطط لاخراج ملف المدينة من اي عملية سياسية مستقبلية احياكم الله من جديد واهلا بكم ضيفنا الاستاذ احمد الروادي القادم من مدينة الكدس والقادم من مكان الحدث من سلوان كيف هي الكدس اليوم استاذ احمد الروادي يعني القدس عاشت خلال ثلاثة ايام الاخيرة حالة مواجهة مع الاحتلال تعرفوا مناسبة يوم الارض وقف المقدسيون باب العمود واوصلوا رسالتهم بانهم صامدون في ارضهم لن يقبلوا ان يستمر هذا الاحتلال باجراءاته على الارض او ان يستمر الى الابد وبالتالي القدس الشرقي لن تكون العاصمة للدولة الفلسطينية بالامس ايضا كان هناك هدم لخمس منشآت جديدة في حيواد الجوز وفي جبل المكبر وايضا هناك تهديدات ما زالت مستمرة للاستلاء على عقارات جديدة خاصة الان قضية عقار غيث في منطقة عقبة الخالدية في البلدة القديمة بالقدس المحتلة وبالتالي نحن في مواجهة يومية مع المحتل والمقدسيون اثبتوا بانهم يعني عنوان نضال سياسي ليمثلون كل الشعب الفلسطيني منذ تموز الماضي منذ استشهاد الفتاة محمد ابو خدير القدس قدمت حوالي 15 شهيد دفاعا عن مقدساتها ايمانا من المقدسين بانهم يعني موكلين من الشعب الفلسطيني اجمع بالدفاع عن المجل الاقصى وقبة الصخرة موكلين وهل من وكلهم يقوم بدعم هؤلاء المواطنين خمستاشر شهيد انت بتحكي خمستاشر شهيد منذ شهر سبعة تقريبا لالسين واربعطاش نحن نحكي عن اربعطاشر الف فلسطيني مقدسي اه تم سحب هوياتهم منذ عام الفين نحن نتحدث عن حالة اه حالة مواجهة يومية هذه الحالة المواجهة اليومية كيف للمقدسي ان يصمد فيها و اه لا يوجد الدعم الكافي لا يوجد مرجعية واحدة تعدد المرجعيات حكينا عن تعدد المرجعيات يعني دعني اقول لك الطلب الاساسي للمقدسي هو انهاء الاحتلال ولكن في هذه الظروف الدولية واحنا يعني جزء من المنظوم العالمي وندرك انه تحرير القدس الان يعني واضح في الاجراءات اللي بتتم وحوالينا انه صعب لكن اكثر ما يحتاجه المقدس الان هو دعم صموده وانا متفق معك يأسانين من تحرير القدس يعني في الكدس كيف يأسانين من الوضع لا لا الظروف الاقليمية والدولية والموازين الجاري الان لا تشير لك انه احنا متجهين الى سرعة تحقيق الحلم باقامة الدولة الفلسطينية عند هاي العرب يعني عملوا قوة مشتركة وعاصفة حزم وعاصفة لازم للأسف للأسف عندما يتعلق الامر وايتوها سلطة الفلسطينية نعم عندما يتعلق الامر في القدس الامر يختلف يعني العرب اتخذوا جملة قرارات متعلقة في القدس لكن عندما حضرنا الى التنفيذ لم تكن لهذه القرارات اي اقدام تصير بالتجاه القدس من قمة سيرت عندما قرروا نصف مليار دولار الى قمة الدوحة مليار دولار لم يصل منها من قمة سيرت يعني بوضوح وصلت 69 مليون دولار خصصت للقطاع الصحي والقطاع التعليمي والقطاع التعليمي وهي لا تشكل واحد في المئة من احتياجات القدس فعلا انا اتفق معك انه هناك يعني لابد من توحيد الرؤية في العمل في القدس وهي مسئولية سياسية وطنية على الكل الفلسطيني ان يعمل عليها القدس مش بس للجهاز الرسمي الفلسطيني هناك مسئوليات مشتركة على القطاع الخاص على القوة والفعاليات الوطنية لكن من يتحمل المسئولية الاولى هو الجهاز الرسمي الفلسطيني وفي الجهاز الرسمي الفلسطيني انا اتفق ان هناك عدة مرجعيات تعمل في مدينة القدس لكن هناك مرسوم صدر من السيد الرئيس قبل عامين بتوحيد هذه المرجعيات تحت إطار اللجنة العليا لشؤون القدس الذي يرأس السيد الرئيس بنفسه وينوب عنه دولة رئيس الوزراء وفي عضويتها كل المرجعيات المعروفة المتعلقة في مدينة القدس وتجتمع هذه اللجنة بشكل دوري لماذا يكون رئيسها وينأبها وينأبه رئيس الوزراء نائبا عنه يعني لماذا لا يكونوا هم المقدسيين لا الرئيس بلو على القدس لماذا لا يكون الرئيس مقدسي الرئيس الذي يرأس هذه اللجنة ونأبه مقدسي وهم من الناس في المواجهة اليومية مع الاحتلال وهم اللي بعرفوا هم اللي بيشوفوا أنا أتفق معك أنه إحنا يجب أن نفهم أن قضية القدس فقط لا تعني المقدسي وأنا مقدسي وبحكيها هي تعني كل الشعب الفلسطيني في كل مواقع تواجده وبالتالي إحنا لا نعزل حالنا عن المنظومة الوطنية الفلسطينية التي تمثلها منظمة التحرير الفلسطينية بالتالي نحن جزء من الأراضي الفلسطينية المحتلة وليس قامت إسرائيل بضمنا وبالتالي يطبق القانون الإسرائيلي هلأ في هذه اللجنة يوجد محافظة ووزير القدس المرجعية الإدارية المالية المباشرة مع المواطن المقدسي ومحافظة ووزير القدس وهذه قضية واضحة أن المواطن الذي لديه إشكالية معينة متعلقة في احتياج عاجل هو يتوجه إلى محافظة ووزير القدس وتم الجمع ما بين المحافظة والوزارة من أجل أن يسهل على المواطن حتى نستطيع أن ندفع الاحتياجات اللازمة لكن هناك تقصير تقصير مرتبط في نقص الموارد المالية من ناحية أنه تخصص موازنات للقدس لكن من ناحية عملية هذه الموازنات لا تصرف بحجة عدم وجود رصيد مالي هناك إجراءات بيروقراطية في وزارة المالية يشكي منها المواطن المقدسي كيف ينظر المقدسي عندما نتحدث عن هذا موضوع مهم عندما نتحدث عن ميزانية تخصص لمدينة الكدس لمحافظة الكدس للأهل في الكدس المواطن في الكدس يعني حصصنا لك هالمخصص وفي الآخر لا تصرف يعني إيش من أجل هذا إحنا شو وظيفتنا في مكتب السيد الرئيس إحنا وظيفتنا أن نراقب عمل الحكومة من ناحية وأن نتابع إذا كانت بتنفذ برنامج سيد الرئيس برنامج سيد الرئيس جزء أساسي منه موضوع القدس ودعم أهل القدس وتوفير مقاومات صمود لأهلنا في مدينة القدس سبق أنه أنشأنا وحدة القدس في مكتب السيد الرئيس وأنا كنت برأسها وفتحنا خط مع الأوروبيين وأنشأنا ما أطلقنا عليه صندوق القدس اللي هو جروس المفند في ذلك الوقت وخمس دول أوروبية وضعت خوالي 15 مليون يورو تم صرفها على 270 مشروع لمؤسسات مقدسية بما فيها برنامج المتعلق بدعم الإنسان اللي وضع فيه بعض الدول الأوروبية أيضا واللي كان نقدم فيه مساعدات عاجلة اللي لها ارتباط ومعشة في ضحايا هذا المال تاريخ هذا الصندوق الصندوق استمر من عام 2008 لعام 2011 طبعا بعدها توقفت وحدة القدس وانتقل العمل إلى وزارة شؤون القدس في الوزارة الاتحاد الأوروبي والدول الأوروبية توقفت عن الدعم من خلال الجهاز الرسمي لأنه هي لا تريد إشكالات أو تعرف أن السلطة ممنوعة من العمل في القدس بحدود الاتفاقيات وهذه دول تحسب حساب لهذه المسألة لكن هي لا تعترض على عمل منظمة التحرير الفلسطينية وبالتالي عندما دعمتنا في الرئاسة الفلسطينية دعمتنا تحت برنامج أن الرئيس رئيس منظمة التحرير الفلسطينية وليس في إطار السلطة الوطنية الفلسطينية عندما توقفت وحدة القدس حدثت الكثير من الإشكالات لكن أنا بالنهاية بقول باتفق أنه لا بد أن يكون السيد الرئيس مباشرة متابع لملف القدس ومتابع لأدق التفاصيل هناك وهذا الذي يتم رئاسة للجنة يعطيها قوة يعطيها سلطة قرار مباشر ويعطيها دفعة أن تكون هناك سرعة في تنفيذ القرارات الذي يحصل أن هناك قرارات تظهر المواطن يشكي أن هذه القرارات إما يتم الصرف بشكل متأخر وإما لا تلبي الاحتياج والاحتياجات كبيرة في القدس أنت بصراحة إذا بنتحدث عن احتياجات القدس أنت بحاجة لحكومة مستقلة للقدس بنفسها إحنا جهزنا دراسة بدعم الاتحاد الأوروبي في ديوان الرئاسة الفلسطينية لثلاث سنوات توضي احتياجات القدس في 11 قطع جديدة؟ هي تحدث عن عام 2011 حتى العام 2013 وهي استكمال الدراسة التي عدها المرحوم الشهيد فيصل حسيني حددت احتياجات القدس 428 مليون دولار وهي خطة طوارئ للعلم للقدس يعني حوالى نص مليون نص مليون نص مليار نص مليار وهي مبلغ مش كبير للحقيقة لكن للأسف احنا تركنا لوحدنا في معركة القدس كفلسطينيين وكما ذكرت لك العرب والمسلمين احنا بنسمعهم بمؤتمرات بتغنب القدس بنذهب بنشارك في مؤتمرات عنوانها القدس بجمعوا تبرعات مرات على موضوع القدس للأسف تفتح فيها فضائيات تحمل اسم القدس لكن يودوها لداخل المدينة هذا اشي خطير يعني طبعا يعني كيف فتحوا فيها فضائيات يعني احنا لما بنجي بنسمع عن مؤتمر بتم جمع تبرع باسم القدس وبنروح بتشعر حالك انه انت على خطأ المعركة باتجاه القدس لكن لما بترجع على المدينة بتسأل المؤسسات وين الدعم اللي اجل للقدس هل وصلكم دعم من هذه الجهة او من هذه الجهة بتكتشف انه ما وصل ورا هنا السؤال اللي انا بطرحه انت حكيت بيفتحوا فيها فضائيات في يعني في تجربة انا ما احابب ادخل كثير في هذا الموضوع لا ادخل ادخل احكي للناس انا سبق انه حكينا في هذه القضية وصير نقاش طويل حولها حول تبرعات جمعة في قطر وتبرعات جمعة في الجزائر وكانت مخصصة لا انتصل للقدس ولا انتصل للقدس بالتالي طرحنا مجموعة من التساؤلات كمؤسسات مقدسية وكمواطن مقدسي من حقه انا اعرف انه هاي الاموال بين بترو فيما يتعلق في القطاع الخاص الفلسطيني ايضا عليه مسئولية وهناك امكانية لتنفيذ المشاريع في داخل القدس ما احد يتهرب يقول انا ما بقدر في قانون الاسرائيلي يعني هاي شماعة لا تهرب من استحقاق دعم القدس القطاع الخاص الفلسطيني يستطيع ان ينفذ برامج اسكان ويستطيع ان ينفذ مشاريع استثمارية واحنا هذا المشاريع كلها جاهزة وعندنا او في الخطة موجودة ويستطيع المستثمر الفلسطيني ان يحقق الربح في داخل القدس وانا شخصيا شاركت في مؤتمر مال اعمال العقد في بيت لحم قبل اشهر وقدمت رؤية متكاملة مع اخرين كانوا موجودين على المنصة بما فيهم محامي يعرف القانون الاسرائيلي وقلنا امكانية الاستفادة من القوانين الاسرائيلية نفسها وهذا له علاقة بتثبيت صمود الناس اما انه نتهرب نقول احنا لا ما هو بنا ناخد رخصة سيبونا من هذا الحكي هذا الحكي لا يحافظ على برنامجنا الاساسي انه هو المحافظة على النمو الديمغرافي الفلسطيني في القدس انه المعركة معركة ديمغرافية المسألة الثالثة القوة والفعاليات الوطنية يعني الفصائل السياسية يجب ان تعيد ترتيب اوراقها فيما يتعلق القدس انا بعرف ان القضايا كلها مهمة اللي بتهم الشعب الفلسطيني وقضية معمر رفح مهمة وقضية الحصار عدم تحويل اموال من مهمة ولكن هاي القدس هذه المقدسات لا معنى للفلسطين بدون القدس وشو هي اصلا قيمة هي القبة الصخرة والمجد الاقصى وقنيسة القيامة دائما بحقولك احنا بنسمعها من الكبار والازغال القدس في القلب والقدس في العيون والشعر واشعار عشان هيه بقولك العامل الشعبي مين مسؤول عنه انا المسؤول عنه بالاخر مسؤول عنه قوة فعاليات وطنية عليها ان تعيد ترتيب اوراقها لانه القدس معركة شعبية صالها من استشهاد محمد ابو خضير وانتو عم بتشوفه كيف مواجهات يومية حتى يوم الارض وبالتالي هذا العمل بحاجة الى قيادة شعبية وطنية تحرقه وتحافظ عليه وتحافظ على هذا الزخم الوطني انه يستمر انا اتفق معاك بده ارجع للملاحظة ذكرتها مهمة مشاركة اهل القدس في القرار هذا حقهم الطبيعي لانهم اللي بخوضوا المعركة بشكل مباشر ومن حقهم ان يكونوا في كل اللجان الذي تشكل وانا شخصيا قدمت رؤية في هذا الموضوع حول اهمية مشاركة كل اطراف العلاقة في القدس بمركباتها المختلفة من جهاز رسمي من قطاع خاص من مجتمع مدني من مواطنين ولجان شعبية مشاركين في العمل الشعبي اللي اليوم هم عم بخوضوا المعركة بشكل مباشر ومن احزاب وقوة وطنية هاي عليها ان تلتف حول القرار السياسي اللي عنوانه منظمة التحرير وان تجد آلية شو بدك تقول يعني يعني اللي بدأ اقوله انا في حدا مش ملتف هو لا لا يعني انت بدك تحمل الكوة الشعبية والكوة النضالية اوكي يعني هم بتحملوا جزء لكن انت بتواجه يعني واضح انه بتواجه كلامك لجيها محدة نعم شوف انت بحاجة من فترة لفترة لتقييم العمل نعم وتشوف هل احنا ماشيين بالاتجاه الصحيح هل احنا بنشعر ما هو انت شو خدمتك عشان تاخد رضا المواطن نعم هل احنا هل احنا نصال هل وصلنا لرضا هذا المواطن المقدسي لا حاول لا اذا لابد من اعادة تقييم العمل ولا بنخدمه والمواطن المقدسي مزبوط والمواطن المقدسي يعني عندما يعني جهزنا هذا التقييم وسهل يعني نشاهد ايضا بشكل مواطن المقدسي تحقيق اخر سوف نعرضه بعد قليل عن المواطن المقدسي وكيف يتطلع المواطن المقدسي ياريت جهزونا موضوع التحقيق التقرير التالي عن ماذا يقول المواطن المقدسي وماذا تقدم له خدمة تفضلوا لنشاهد كيف انه بتقدر السلطة انها تساعد المواطن المقدسي ولا اي نوع من مساعدة ولا اي شيء لم يتصل الى مدينة القدس كون انه نقدر من اعتبر المواطن المقدسي الواجهة الاولى للمقاومة الاحتلال الاسرائيلي ابعوض ملا انه هل سلطتنا لا تقيل اي اهتمام للمواطن المقدسي او لمدينة القدس بالاحدة انا كوني كمواطن المقدسي بعد اما انه جهاتي الرسمي الفلسطينية عضاء والسلطة الوطنية ley ملف مدينة القدس وملف الحساس ومف الوطنية إنه تقدر السلطة الوطنية تضغط فيه على إسرائيل لكن سلطتنا حاملة هذا الملف وضعته على الرف غير قابل للنقاش بما مخيلتنا غير قابل للنقاش أو جدولته مع مدينة ما يسمى الكهن الصهيون القدس في مكادب السلطة الفلسطينية ليست أكثر من صورة في برواز جميل ثمين جداً خلف ظهور المسؤولين في بكادب معلقة خلف ظهور لا تراها أعينهم من الكهن السلطة بعيدة عن القدس وعما يجري في القدس وعما يجري في الأقصى وعما يجري من عمليات هدم للبيوت ومصادرات للإراضي وتوسيع بناء المستوطنات فأين القدس في عيون السلطة ورئيس السلطة السلطة الفلسطينية لا تشمل أهل القدس لأننا لا تهتمش فينا ولا تخص فينا السلطة السلطة بس أتوها وأتو حالها مسكينة الله يكونوا لها معين بالنسبة لإحنا الأهل القدس ولا تلقينا منها ولا أي دعم من حد ما أجت السلطة لحد الآن لا يومنا هذا ما تلقيناش منها ولا إشي يمكن أن تلقينا شخص معين منها الله يعلم على الأسف الشديد ليس هناك غالية عمل وليس هناك سياسة ولا استراتيجية فلسطينية لا بلاجهة المخططات الإسرائيلية ليس هناك سياسة فلسطينية ولا غالية عمل فلسطينية لدعم وثبات وصبوط التاجر المقدسي خاصة يعني يليت أن يكون هناك على سبيل المثال مثل ما يوجد هناك صدوق للأيتام وصدوق للأسرى وصدوق للمؤتقالين وصدوق للشهداء يليت أن يكون هناك صدوق للتاجر المقدسي صدوق للدعم التاجر المقدسي بصراحة يعني المطلوب منهم اللي أنا كتاجر بحكي معها المفروض بهم يجيوا مثلا ينزلوا لجنة على القدس خاصة يشوفوا مثلا مشاكل التجار لأننا أعمالي أنا كتاجر لعاني معناها كبيرة من ناحية التجارة عندنا واللي بلاحظ أنه في نسبة محلات كثيرة عملها بتسكر عندنا بالأسباب هاي المحلوب هو شيء بسيط جداً هو تعزيز صمود المقدسيين جميع جوانب الحياة في هذه المدينة كون المواطن المقدسي ليس له عنوان وتعدد المرجعيات لمدينة القدس هو يجعل المواطن المقدسي في توهان فمن هنا من مدينة القدس أوجه رسالتي إلى القيادة الفلسطينية أن يكون لها دعم صحيح وحقيقي اتجاه مدينة القدس والمواطن المقدسي هذا حال المواطن وماذا يقول المواطن في مدينة القدس هذا الذي شاهدناه كيف ترد؟ يعني أولاً المواطن أولاً صاحب حق ومن حقه أن يقول ما يشاء وهذه المواطن عندما يتحدث هو يتحدث من معاناة وأنا اتفق وأنا جزء من هذه المعاناة أنا أصلاً مقيم في بلدة سلوان اللي مهدد منازلها بالمصادرة والهدم وحتى منزلي أحد المنازل اللي علينا قضية ومبلغ كبير جداً ولا أستطيع سداده وعليه محاكم بهذا الخصوص من سنوات هذا يتطلب كما ذكرت أن يكون هناك تقييم التقييم بحاجة إلى مزدقية وأن نفهم أنه إذا كان فيه تقصير أن نبحث عن مكان التقصير هذا طرم المواطن يشكي إذا في تقصير المواطن يقول السلطة الفلسطينية هي مجرد برواز جميل يضع في عنوين على مكاتبها في مدينة الكدس وهي لا تقدم شيء هما يعني يقولوا هيك أنت مستشار في ديوان الرئاسي لشؤون الكدس هل هذا الكلام صحيح أم غير صحيح لا لا يعني خلينا نحكي بشكل واضح أنا بقول لك هناك عمل للقدس ولكن هذا العمل لا يلبي كل الاحتياجات أنا واضح وصريح هناك عمل هل يلبي مثلا يلبي واحد بالمية ولا سين بالمية ما عدم سبب تلبيته هذا السؤال نعم هناك جهة اختصاص يعرف المواطن يتوجه الهم ويمثل بمحافظة وزارة القدس نعم أو يتوجه إلى الرئيس بشكل مباشر بكتاب ونحن نتعامل مع القضية بالتنسيق مع المحافظ والوزير اللي بيصير أنه نسبة الاحتياجات في بعض الأحيان عالية جدا لما بتيجي أنت أرنونا مثلا لعقار بتوصل عشرة مليون شكل وبتصير أنت في آخر لحظة متطلب أنك تبحث عن ذلك ضريبة أملك نعم أو لما بتحدث عن عقار مهدد بالتسريب بيجي صاحبه بطلب فيه 17 مليون دولار بصير أنت بدك توفر المبلغ هذا هلأ الإشكالية أنه مرات بيجيك في آخر لحظة المواطن بيقول بيتي بده يباع فيه كيك 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 أو أحد الورثة قام ببيع اللي هاي بيه 17 مليون بديه 17 مليون هلأ هلأ نطلع على الإمكانات المتاحة بين أيدينا يعني أنت بتطلع بالمنظومة العامة يعني في ظل الحصار الاقتصادي لا بتستطيع تلبي بتستطيعش تلبي كل الاحتياجات أنت تستطيع أن توفر بعض هذه الاحتياجات هلأ مستشفى مهدد بالانهيار زي المقاصد إليه مستحقات هلأ أنت بتطلب تحويل هذه المستحقات بيقوموا بتحويل جزء من هذه المستحقات هلأ لو حولت كل المستحقات كماما راح تحل المشكلة نعم لكن تحويل الجزء مهم ما بيستطيعوا يحولوا الكل بيجيبوا يقول لك أسباب نقص الموارد المالية هم بتيجي بتقول وين لازم احنا نعمل دورنا هذا كرئاسة نعمل مع الجهات المانحة القدس جزء من الأراضي المحتلة وبالتالي المنظومة اللي بتدعم من خلال وزارة التخطيط عليها أن تدعم القدس نفتح خط مع الأوروبيين هناك لجنة مشتركة عليا ما بين الرئاسة والاتحاد الأوروبي متعلقة بملف القدس وأنا أخذ عضاها وبنقول فيها دعم مشاريع الهلاقة في القدس اليوم الاتحاد الأوروبي بوقع اتفاقيات سنوية معنا مع السيد الرئيس مع مكتب الرئيس لدعم القدس بشكل مباشر بعد أن كان يدعمه من خلال وحدة القدس لو دعمه من خلالنا أفضل لأننا نعرف الاحتياج المباشر لكن هو يدعم بشكل مباشر ونحن نزعلنين بالنهاية بدنا ندعم للمدينة يقدم لقطاعات مختلفة بارتفع المبلغ بشكل سنوي لكن لا يصل إلى الطموح والاحتياج أيضا يعني الاتحاد الأوروبي كمنظومة بوصل 15 مليون يورو تقريبا غير الدول الأوروبية للمستشفيات حوالي 70 مليون يورو قدموا هذه السنة هي كسدات ديون عن السلطة وهذه مهمة جدا كانت لأنه أجد في وقتها وخاصة أن بعض مستشفياتنا في القدس بتعرفوا يعني زي المستشفى المقاصد والمطلع وهي تقدم خدمات للكل الفلسطيني وهي مهمة جدا هلأ تيجي عندك جهات عربية وإسلامية مين بيمثلها بشكل أساسي بنق الإسلامي وعندك بيت مال القدس الشريف في المغرب اللي هي الدول الإسلامية تابعة للمنظمة التعاوى الإسلامي وعندك بعض السنديق العربية والإسلامية من الإمارات وصندوق الأقصى وغيرها هلأ معدل ما تقدموا كل هذه السنديق العربية لا يتجاوز 10% احتاجات القدس وهذا مبلغ الحقيقة بطرحك كثير من تساؤلات لأن هذه القدس اللي هي أولى القبلتين وثلاث الحرمين الشريفين الأوروبيين بغطوا لك 5% إلى 10% كمان من خلال الدعم المباشر وإحنا بنغطى 15% إلى 20% للعلم فإذا 60% غير مغطى للمواطن من هنا تيجي الشكوى أنه أنا بيتي بده مهدد وعليه التزامات مالية كبيرة جدا بتوجه للجهاز الرسمي بيقدم لي نسبة 10% مثلا من الاحتياج إذا 90% كأنك ما سعتني فبظل إيش أشكي هون لو أنا الجهاز العربي والإسلامي مشارك معاي بدل ما يتقدم لي 10% بتقدم لي 50% هون أنا بشعر بالراحة بصير مطلوب مني إيش 50% ممكن أوفرهم لكن أنه أنا تعطينا 10% و90% لا هل تحولت الكدس إلى يعني موضوع أرنونة وضريبة وبيت بده ينهد وبيت بده يتصادر وبيت بده يتسرب وانتهى موضوع المطالبة في الكدس يعني زي ما ذكرت أنت في البداية حديثك أنه الكدس المواطن في الكدس بشعر أنه مش هذا الوقت اللي بتتحرر فيه الكدس وما فيش جيوج تتحرر الكدس وصارت معركة المقدس هي معركة بيت وتسريب وضريبة أين الجانب السياسي المتعلق أو الذي تقوده السلطة الفلسطينية وين السلطة الفلسطينية من هذا البند السياسي أنه أين الكدس المواطن المقدسي اللي واقع ضحية للاحتلال الإسرائيلي بيحتاج لصموت أنا ما بقدر أقول له روح قاتل وحافظ على الدكان في البلد القديم وبيتك ما تتناء يعني احميه والفندق هذا اللي فيش فيه سياحة وخليه موجود وبنفس الوقت ما أوقف معاه طب أنا يعني بحتاج مستلزمات كثيرة بدي محامين بدي مهندسين بدي مستلزمات مالية عشان هيك بقول لك أهم موضوع بالنسبة لي شخصيا هو دعم صمود الإنسان أنا عندي أهم من كل المواضيع الأخرى هو دعم المؤسسات اللي بتخدم المجتمع المقدسي لأني بدرك إحنا اليوم 38% بنجمع سكان المدينة في شقياه الشرقي والغربي الاحتلال الإسرائيلي بدي خلينا حسب برامج منشورة في خطة 2020 لأنه تجاوز 15% إذن حوالي 22% بدي يطردهم وهون عندك 20 ألف منزل مهدد بالهدم بالقدس 120 ألف مواطن مقدسي مهددين بسحبوياتهم أنت ذكرت 14 ألف جزء لمقيمين خارج الجدار لأنه نحن يعتبرون مقيمين وليس مواطنين بطبق علينا قانون الدخول لإسرائيل عندك التزامات مالية على أغلب المواطنين كمخالفات بالملايين عندك التزامات ضريبية على الناس مجدافعينها بالملايين هذه كلها ستؤدي في لخضة الحجوزات عليهم ويطلع عندنا مؤسسات بتقدم فيها مشاكل زي مجلس إسكان فلسطين في الموضوع السياسي أنا جزء من المنظوم السياسي في مشكلة في الموضوع السياسي أنت جزء من المنظوم السياسي الوطنية ما بقدر أن يجي أقول المنظوم السياسي إذا القدس مختلف عن الوطن زي غزة زي رمالة زي الخليل زي كل المناطق المحتلة ما ينطبق عليها ينطبق علينا قرارات السيد الرئيس في الأمم المتحدة بالعام 2012 بالاعتراب بدولة فلسطين جزء منها القدس التوجه للمحكم الجنائية الدولية الآن وتقديم الطلب والموافقة عليه ودخوله حيز التنفيذ في حزيران القادم القدس جزء أساسي من ملفاته وبالتالي في اللجنة التي تم تشكيلها لموضوع المحكم الجنائية الدولية القدس موجودة ومثلة بمحافظة وزيرها لما بتتحدث عن قرارات الأمم المتحدة وبتتحدث عن قضايا الجدار وتتحدث عن محكمة العدل الدولية في قرارها اللي صدر بخصول الجدار القدس محور أساسي ومركزي إذن أنت في الموضوع السياسي يقوده في قيادة سياسية بتقوده وإحنا مؤمنين في هذه القيادة منظمة التحرير والسيد الرئيس ما عندنا أزمة في هذا الموضوع الأزمة اللي بشكي منها المواطن هي أزمة متعلقة بدعم الصمود هل هناك أستاذ أحمد تشعر أو أنا شعرت في كلامك هل هناك تخاذل من جهات سواء كانت مؤسسات أهلية أو مؤسسات رسمية أو أن هذا التخاذل اللي أحنا مسمينه تخاذل أنه هم مش قادرين هم ممنوعين يشتغله هم بدعون ممنوعين يشتغل في القدس لا أنا هاي قصة الممنوع كمان أنا ضدها ما حدا مانعك يشترك في القدس كيف ما حدا مانعك ما هنا موجودين أنا ابني القدس ما أنا بقول لك وهينا بنشتغل في القدس ما حدا مانعك هي مدى الإرادة المتوفرة لديك في العمل في القدس هل إرادة جدية ولا مش جدية لما أنا بيجي بيحكي عن القطاع الخاص الفلسطيني مثلا القطاع الخاص هل لديه إرادة جدية بخلق حالي من التبني قبل من طالب تآخي مع دول عربية وإسلامية أن يكون ما بين نابلس والقدس ما بين الخليل والقدس تبني مؤسسات مقدسية مؤسسة في نابلس تبني مؤسسة في القدس يعني على سيرة نابلس أنا حضرتك بالثاني تقريبا كان فيه تجمع كبير وزيارة للمقدسيين ونادي سلوان الرياضي وكان فيه يعني تبرع سخي في نابلس لهذا الموضوع أنا مش عارف أنه وصلكم هذا التبرع السخي شوف للأسف يعني ما احنا بدناش نصال زي العرب والمسلمين أنه نأخذ نلتزم نعم ولما ندخل بالتنفيذ الوحيد اللي للتزم محافظ نابلس اللي من وجهه له التحية أخونا اللي هو أكرم الرجوم اللي تبرع في هذا الحفل والتزم بما تبرع كل التبرعات اللي كانت بالآلاف يعني للأسف للأسف لما جئنا نحصلها لم يلتزم بها أصحابها فقط كان أمام الإعلام وفقط كان أمام الحضور وكما ذكرت لك نعم التزم السفير التونسي والتزم المحافظ نابلس البقية للأسف لم تلتزم بما أخذت هي نفسها وهذا مشهد يعني حلو أقول لك والله أنا بتطرع لك بعشر تلاف دولار وأتعشى وأروح وأنسى الموضوع هذا اللي حصل وللأسف هذا مشهد متكرر من هون أنا بقول في مسئولية في مسئولية كمان عن مؤسسات المجتمع المدني يا خليش نرحل من القدس مين طلب من المؤسسات ترحل من القدس مين رحل يعني هناك كثير من المؤسسات اليوم مركز رمالة صار هل إحنا يعني هل قيمة المؤسسات في رمالة أم رحلت رحلت من القدس لا لا رحلت رحلت فيه حدا ترحلها النقابات كانت موجودة في القدس نعم رابطة الصحفيين كانت موجودة في القدس نعم نحكي عن الصحافة نعم نعم flashing مقرار رئيسي لسه في مكتب قديم للاسه مش موجود اليوم في مكتب من مرة عندك مؤسسات ثقافية بديش أسمي يعني كانت موجودة في القدس عندنا كان صحفتين أساسيات اللي هي جريدة الشعب وجريدة الفجر وعندك مجالة العودة سابقا كلها في القدس أغلقت وما آلت إليها الأبنية كلها راحت لأنه المباني هذه رجعت لأصحابها يعني كانت مستأجرة عندك بعض المؤسسات كمان الكبيرة اللي هي صح مكاتب في القدس لكن ليس المركز الرئيسي يعني هو مكتب فرعي صار صح هي مكتوب بنظامها الأساسي وعنوانها القدس النشاطات اللي بتقوم فيها هذه المؤسسات الأساسية تعقد في رمالة رحلت من القدس رحلت من القدس وهذا إليه تأثير سلبي وهذا الاحتلال دعوات المتكررة للعرب والمسلمين لزيارة القدس ودائما نحن نسمع سيد الرئيس في كل خطاباته بكلها مزور القدس صحيح بس ما حدر هذا الدالي ليه لا لا مش صحيح هذا الحقيقي ما حدر فيه استجابة أول إشي أنا بدي أذكرك أنه زارنا الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي قبل شهر مواطنين مواطنين يعني من دول نعم 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 تحيي الكدس أربعين ألف أندونيسي أه زار فلسطين هدو السفين منهم تجار الكدس زار فلسطين زار القدس نعم العام 2014 نعم بس من أندونيسي لحالها أربعين ألف أربعين ألف عدا عن الأتراك وعدا عن الماليزيين وعدا عن المصريين يعني فيه استجابة لدعوات الفلسطينيين شوف الاشكالية اللي بتصير هم ها رجال هالدين اللي بطلعونا في تصريحات ليس لها أي سنة ديني وإنما مضمونها سياسي لإرضاء غيات سياسية وهذا الحكي حكينا أمامهم نعم أمامهم احنا شاركنا في مؤتمر عقد في عمان قبل أشهر بمشاركة كل رجال الدين الإسلامي ومفتين الدول العربية والإسلامية وكان فيه ممثل عن القرضاوي موجود في هذا المؤتمر وكان موضوع المؤتمر زيارة القدس وصغنا وثيقة اتفق عليها كل رجال الدين الإسلامي أن زيارة القدس غير ممنوعة أعطيني آية قرآنية أو حديث نبوي يمنع زيارة القدس طبعا ما فيها ما في نعم لما أنت بتيجي بتناقشهم كمان اللي بيعترضوا على زيارة القدس بتقول له يا أخي طيب بدناش تزور القدس أهلا وسهلا مفقين على رأيك طب أرسل ما يضيق قناديلها مش هذا الحديث النبوي نعم ليش ما بترسل ليش بتظل ليش لما بصير حدث مهم بالمجد الأقصى المبارك وعندك مئة برنامج على الفضائيات الديني وفي رجال الدين لهم صوت في العالم ومؤثرين ولا واحد يتحدث عن المجد الأقصى لما بكون هجوم هل هي رغبات المحطات الفضائية اللي بيشتغلوا فيها مو أنا أنا بدي أسألك يعني أنا لافت نظري أستاذ أحمد إنه صارت يعني والله اكتحام المستوطنين لمدينة القدس أو للمسجد الأقصى وإصابة عدد من المواطنين وطرد عدد من المصلين صار خبر مرور الكرام هيك بأخذوا الإعلام الفلسطيني ولا مرة ولا مرة يعني محدش واقف عند هالموضوع لا يعني مجرد خبر صحف شوف الإعلام يلاحق الحدث هذا بوضع طبيعي يعني أنت صحفي وأكيد يعني بالنسبة لك بتشوف وين حدث بتيجين يوم أنت جاي بالقدس حدث لأنك سمعت بلاحظات مواطنين وهي حدث في إعلام نعم الإعلام بلاحق الحدث هلأ إحنا قدر الإمكان عم بناحاول أنه دائما نضع الإعلام العربي والدولي في صورة الحدث بشكل دائم يعني حتى لما بتقل نسبة ظهور القدس في الإعلام بننظم جولات لقناصر الدول الأجنبية البستان في سلوان قضية الشيخ جراح المجد الأقصى البيوت في البدن القديمة هي حدث يومي القدس للإعلام لكن حتى إحنا نشغلنا في قضايا جانبية للأسف وصرنا نركز عليها بشكل أكبر مين إحنا إحنا الإعلام الفلسطيني الفلسطينية والله يا جماعة موضوع معبر رفع مهم وأنا مؤمن أنه غزة زي القدس نعم وهي يعني جزء من شعبنا وإحنا كلنا شعب واحد بالأخد ولكن مش القضية المركزية القضية المركزية بالنسبة ليه كشعب فلسطيني يجب أن تكون المجد الأقصى لازم أخلي الإعلام كله يركز على موضوع الأقصى وموضوع ما يحدث هناك من تقسيم زماني ومكاني ناتنياهو في خطابه الانتخابي بعد ما فاز شو تحدث تحدث عن القدس وكان في دعايته الانتخابي تحدث أنه بدين شئ دائرة إلها علاقة في القدس في مكتبه عشان تتابع لأنه في موازنات طبعا في البلدية أنه البلدية الكدس رصدة وعسيرة الموازنات 17 مليار دولار لتطوير الكدس والاستيلاء عليها وتهويدها صحيح يعني لما بتحكي على 17 مليار صحيح من سيكافح من سيكافح في وجه هذا الموج والله الناس شوف لا تشحد والمواطن المقدسي لديه من الهمة العالية أنه يصمد ويصبر وعارف أنه هاي المرحلة صعبة عليه ومدرك أنه يعني 47 عام من الاحتلال وما نجحت إسرائيل لتغير من حقيقة هاي المدينة كمدينة عربية قد هالموازنات اللي حطوها وما زالت القدس محتفظة بنطها العربي والإسلامي واليوم اذهب للبلد القديم بتشوف هذا المشهد العربي الإسلامي اللي بتحاول إسرائيل تغيره يعني احنا كنا بمناسبة أحد الشعانين مع إخواننا المسيحيين في مسيرة كشفية كانت بإعلام فلسطين الزاهرة هذا المشهد الرائع ست سنوات على خيمة البستان العلم الفلسطيني صار في كل الشوارع بهذا المنظر والمشهد هذا لا يستطيع الاحتلال أن يهزمك وبالتالي زي ما قال الله يرحمه فيصل حسين أبو العبد اللي هو معلمنا في هذا الموضوع يعني شعت عليها أشوفها كنت بسمع في الإعلام على المصادرات والهدم أنا تخيلت أنه الوضع يعني يعني مخيف كثير وين ما أحط عيني راح أشوف احتلال بس أنا شفت الكدس القديمة والأقصى وحوالينها وشارع صناح الدين وهذه الشوارع هي عربية والطارق عليها هو المستوطن يعني لا زالت الكدس باقية ويمكن استدراكها حتى الآن كيف يمكن استدراكها أولا إحنا يجب أن نصبر بدنا نصبر بعيدا عن اليأس ما في أيوة لأنه إذا دخل اليأس يعني بابنا إحنا انحدرنا وفي شهداء كثيرين قدموا روحهم من أجل القدس وفي أسرة وقدموا أكثر منا كثير وما يأسوا وأسرة قضوا سنوات طويلة وما يأسوا وأصحاب قضية وبالتالي أهلنا في القدس واضح أنهم ما يأسوا ليش لما صارت هبة القدس الأخيرة اللي أوقفت الإجراءات الإسرائيلية كلها في المجل الأقصى مين ومن أوقف الهبة ما وقفت ما وقفت الهبة متجددة مستمرة الاحتلال الإسرائيلي بتوقف الناس تهدى شوي لكن إذا رجع الاحتلال في موضوع الأقصى يتحدث عن ما كان يتحدث فيه قبل ست شهور اللي هو بدي يبدأ في إجراءات تقسيم الزماني والمكاني بشكل حقيقي وأنه يخصص مكان في داخل المجل الأقصى الناس تتحرك لا أحد يحركها تتحرك تلقائيا إذن وشاهدنا يعني عمليات دحس فلسطينيا فلسطينيا أستاذ أحمد هل استثمر قضية الطفل محمد أبو خدير هذي كارثة إنسانية كارثة وجودية ما حصل مع هذا الطفل لا يتحمل يعني عقل بشري صحيح ولا تتحمل إنسانية ولا تتحمل حضارة ولا قوة تدعي أنها ديمقراطية إسرائيل تدعينها بلد الديمقراطية وبلد الحضارة وتنظر من علو للآخرين هي شعبها إعلامها الذي غذى هذه النظرة هذا الحكد جعل من محمد أبو خدير هذا الشهيد بهذا الشكل حرق حتى الموت هل استثمر الفلسطينيين هذه الكارثة يعني يعني الله يرحم بشهيد ولكن يعني هل استطعنا أن نثبت بأن الاحتلال هذا يمارس يعني يمارس بهذا الشكل العنف والإرهاب بهذا الشكل على المواطن المقدسي أنا أبدأ أحكي لك إشيء يعني استشهاد محمد أبو خدير شكل عمامة فارقة وإحنا كنا مقبلين في ذلك الوقت الذكر كان فيه واتهام للشعب الفلسطيني باختطاف ثلاث مستوطنين في الخليل وكانت إسرائيل مخططة ده جرائم يعني غير متوقعة وشهدنا في غزة حجم الهجم للتهرب من جريمة محمد أبو خدير حتى نبعد عن الموضوع نشغلنا واشتاحت إسرائيل غزة ولاحظنا هذه المقاومة والتي بنوجهها للتحية للعلم لكن وأيضا يعني خطوات السياسية اللي عم نشهدها اليوم تتأثر يعني اليوم العالم يدرك ما الذي يحصل على الأرض عم بتشاهد الاعترافات بدولة فلسطين من دول أنت ما كنت تتوقع تعترف فيه برلمانات تأخذ قرار بالاعتراب بدولة فلسطين ما فيها البرلمان البريطاني والفرنسي ودول عظمى شايفك متفائل أنا متفائل مؤمن شعبي ما تغشش المشاهدة لا ما بغش المشاهدة انت جامل سلوان ولا شيء مؤمن أنه عندنا ناس صامدين مرابطين أنا شايف أطفالنا اليوم أطفال عم بوجه 300 طفل من سلوان لحالة تم اعتقالهم نعم شايف الحركة الوطنية الفلسطينية اللي إسرائيل بتخاف منها وبتعتقل قادة خلال فترة العياد اعتقال احترازي ليش كما كانت اتفاضة الأولى كما كانت اتفاضة الأولى أمين سر حركة فتح في القدس معتقل بقرار إسرائيلي نعم ومحاولة الاعتقال الإداري هذا يعطيك شعور نواب القدس مبعدين نواب القدس مبعدين شهداء 15 شهيد قدمت القدس المرابطين والمرابطات رغم كل التحديات ورغم الاعتقالات والتصوير وسحبوياتهم والتهديدهم المستمر إلا أنهم كل يوم متواجدين أيضا قيادتك السياسية اللي بتخوض معركة بتنضغط عليها أمريكيا واسرائيليا وتهدد بشكل يومي وتحاصر اقتصاديا ومع ذلك تصر أن تتوجه إلى المحكمة الجنائية الدولية وأن تخوض معركة جديدة يعني هذا دورها هذا دورها إذن ما بدك تؤمن أنه هذا شعب خلقه شهيد ياسر العرفات وعطى فيه الروح أنه يستمر وأنه ما يحقق لإسرائيل شو اللي بدهي العالم اليوم صحيح في تطورات إقليمية وإنت ما بتقدر تعزل نفسك منها والأمريكان عم بمعمال وتخطط جديد في المنطقة وفي ترتيبات إقليمية وفي ترتيبات دولية لكن ولا مرة القضية الفلسطينية بتبعد عن المشهد ليش؟ وعطنا لأن شعبها موجود طب شعبها موجود وعطنا في بداية انتهى البرنامج لم يبقى إلا دقيقة ودقيقتين دقيقتين خلونا تنتين بعنوان لهذه الحلقة من القدس عن القدس شيء جديد في القدس وأنت قادم من سلوان يعني ما في هذه شغلة يومية القدس يعني مواجهة يومية حالة صمود يومية مؤسسات موجودة وثابتة ومرابطة في المستوى الرياضي شوي أنا لأنني رئيس نادي نعم اليوم كمان مهتم بكثير يعني أحد المؤسسات المقدسية اللي هو نادي سلوان متصدر الاحتراف الجزء على مستوى الوطن رغم أنه نادي بواسط مستوطنة نعم هلال القدس اليوم كمان من المرشحين للحصول على الدورة الفلسطينية ومثل ومثل فلسطين في آسيا وهذا مؤسسة مقدسية المجهد الأقصى هذا الصمود اللي موجود فيه عم بزيد عم بزيد عدد المرابطين يا أخي كل ما بزيد الضغط الإسرائيلي نعم إسرائيل تعتقد أنها بتخوف الناس بالعكس نعم بزيد عدد المرابطين بزيد عدد الموجودين وبالتالي هذه الحلقة يجب أن تكون حالة من التفاؤل أنه إحنا يجب أن نؤمن بقدراتنا وأنه صح قدراتنا أضعف من الاحتلال بالإمكانيات العسكرية والأمنية والمالية لكن إحنا بالإرادة أقوى وإحنا أصحاب الحق بالإرادة نحن أقوى ونحن أصحاب الحق ونتمنى من الكيادة الفلسطينية أن تكون بمستوى شعبها في الكدس وانتهى حلقة اليوم من ساعة رامل كان معنا ضيفنا الأستاذ أحمد الروادي مستشار الرئاسة في مستشار في ديوان الرئاسة لشؤون الكدس شكرا لك على هذا التفاؤل وإعطيك شكرا لك شكرا أهلا بك اشتركوا في القناة